اهلا بكم حبايبي في قناتي على اليوتيوب منظفات اقتصادية مع حناي ورائي النهاردة حبايبي عناعمل من بواق التفاح عناعمل مدها خل مركز بواق التفاح دي كنت شايلة في الفريزر وعملت بها الخل المركز دهوة خل تفاح مركز عيبقى حلوة جدا في جميع المنظفات اللي انا بعملها معاكم اولا عادي ريحة كده في المنظفات ريحة التفاح كده هوة وتعالوا بينا نوريكم التفاعل بتاعه التفاعل بتاعه رهيب جدا عاخد شوية صغيريه خالص منه ودلوقتي عا نحط عليهم معلها كده صغيرة بكربوناتو الصوديو وزا باتوا شايفين حبايبي النتيجة قدام النكو خل قوي جدا من بواق التفاح اللي احنا اللي بتفضل من لنا وبنرميها فعملت بيها خل مركز وتعالوا بينا حبايبي نبدأ الفيديو كدهوت مع بعض ونشوف الطريقة بس فضلا وليس امرا ما تنسوش اخواتي اللي انتوا تدعبوني باللايك والشيء عشان فيديو دا يوصل للاس كتير اللي هتشوفه وتستفد منه ويلا بينا نشوف الطريقة مع بعض حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم حبايبي معاكم حناية ورائي النهار دا حبايبي اناعمل من بواق التفاح اللي بتطلع عندنا اناعمل بيها خل مركزة اهل الخل دا هوت يا حبايبي اه اناعمله طبعا ايه بطريقة سهلة وبسيطة وباستخدام المية اه والسكر فبس طبعا ايه هنقولكم اه هنعمل ايه انا طبعا اناعملت ايه اه التفاح اللي هو بواق التفاح اللي بتطلع اه من اولادي مني من جوزي كده فكنت بجمحها وحطها في كيس وبشيلها في الفريزر اه اه فبعد كده انا حنعمل البرتمان دا هوت تخلي معاكم ده كده تلات معالي من السكر عاستخدم بواق تفاح اه سوى مثلا شايلها محتفظة في الفريزر او تفاح بواق تفاح طازة مثلا اه كده اه فانا بقول لكم بواق تفاح يعني عشان انت ما تجيبيش التفاح يعني استخدميه كله في الخل لا انتوا ممكن اه ممكن اه تاكلوا التفاح عادي والبواق اللي هي بتطلع اه فممكن اللي انت تعملي بيها الخل لا اه فاببا كده استفدت اللي انتو اه اكلتوا التفاح وتستخدمي اه وتعبيلي برضو ايه خل بنحط كده اه حبيبي اللي بواق تفاح في البرتمان وبنحط عليها تلات معالي من السكر وبنكمل كده بنحط مية اه زي ما انتم شايفين اه اه مية بقى ايه من الحنفية عايزة مسلا ايه اه اه المية تكون معقمة معاك اكتر فممكن انت تغلي المية ديوت سيبا لما تبرد وبعد كده تبرد تماما نا وبعد كده بتستخدميها اللي تتعملي بيها الخل لا وحنستخدم كده عنحط اه كوباية كده اه يعني كوباية كده من الخل لا اه زي ما انتم شايفين حنكمل بيها البرتمان نا وانا بعمل معاكو كمية يعني كمية بسيطة من الخل بس الخل ده تطلع معايا خل مركز اه اه جامد فلان انا سيبته والمفروض اللي انا اسيبه لمدة اسبوع هو اسبوع بس اه اه عايب معاكي اسبوع او اسبوعين بس بالكتير حايب معاكي خل جميل جدا وعايب باللون متاعه اصفر وفاتح تقدر يتستخدبيه في الحالة دي اللي بايبالوله اصفر وفاتح اللي هو لون التفاح كده يبالوله اصفر وفاتح فاتقدر تستخدبيه في الاكلات والمنظفة بس في انا عشان يعني كان عندي ظروف وفي البيت يعني وتأخرت عن تسجيل الفيديو ده هو فترك البرتمان في المطبخ اكتر من اه شهرين او شهرين ونص فبقى لما جيت اطلع البرتمان اكتشفت ايه اللي بقى مركز جامد واللون متاعه بقى غمق جامد فقلت بقى ايه خلاص انا طالما اتخل بقى معايا مركز كده فجامد يعني فهستخدمه في المنظفات فقط لان اتبقى تركيزه مركز جامد يعني فقلت بقى ايه حيباحله في المنظفات مش هستخدمه في اكلات بس زي مااتوا شايفين اللون متاعه بصوا لونه بقى غمق خالص ازاي اه طبعا التلات معالق السكر احنا بنحطهم فده بيساعد يعني الخل يخلص معيك على طول يعني فبنصف فيه بقى بعد طبعا ايه بس انا بقولك بتسيبيه اسبوع او اسبوعين بس عيبة معاك خل قوي برضه اه فطبعا انت لما بتيجي كده بيبقى رحته طلعة يعني انت لما بتيجي كده تفتحي ضرفة المطبخ في المكان اللي تشعله فيه فانت لما بتلاقي ليه ريحة فيبقى كده تخلص معاكي اساسا لا والتبعي البرتمان يعني احنا بنلبس البرتمان بفردة شراب ليه عشان يبقى فيه تهوية فانت من وقت للتاني يشيلي فردة الشراب ويبصي على الخل لو لقتي بواق التفاح امتصت المية شوية او قل شوية فممكن تزوديه حبة خل اللي هو الخل الابيض اللي احنا بنستخدمه فالمهم اللي انت بتتبعي البرتمان اول باول لو لقتي نقص زوديه شوية خل فبس كده فانا طبعا كنت بتبعي البرتمان ولو احتاج كنت بزوده حبة خل كده وبعد كده بقى معايا بالمنظر ده بس جيت في الاخر بقى ايه سهيت عله فلاقيت اللي هو بقى لونه نفس اللون اللي انتوا شايفينه بعد ما صفيته دلوقتي بتصفيه بقى بشاشة عشان نتخلص من بواق التفاح وبنجيب ازازة كانت فاضية عندي ازازة خل فاضية عندي وحطيت فيها الخل التفاح المركزة فدلوقتي بقى ايه زا باتوا شايفين اعمالي يعني كمية وصلت لنص الازازة يعني هدوقتي هنكمله بقى نجيب عندي خل ابيض فحنبدأ اللي انا نكمله نكمل الازازة بخل ابيض ده وحيبقى معي خل تفاح قوي بصراحة يعني ريحة التفاح فيه ريحة التفاح فيه طلع الجامع ده فانا لو استخدمته كمان في المنظفات عايبقى حلو جدا اولا لو انا مسلا عايزة اعمل منظف كده سريع التحضير كده هو تعيبقى لما اجي امسح رخام امسح المرايا اللي هي بتبقى فوق الحوض بتاعت الحمام ازاز حاجات من ديت عتدي لي ريحة حلوة اللي هي ريحة التفاح يعني طبعا منظف الازاز طبعا ايه كنت عاملا معاكم قبل كده اه هقولكو برضو ممكن تعملوا ايه هي كوباية مية وبتاخدي اه طبعا عشان تخلي ده مركق زه فهناخد منه كمية بسيطة اه يعني حوالي اه ربع فنجال بس منه او اقل من ربع فنجال لان ده خلي مركق زه يعني حوالي اه 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 يعني ايه خمسة وعشرين جرام كمان يعني هو خمسة وعشرين جرام على كوباية مية يعني عايبقى حلو جدا معلقتين تلاتة من الخل المركز دوت على كوباية مية ومعلاقة كده صغيرة من بيكاربوناتو السوديوم وبتعبيهم في ازازة بس عشان بيكاربوناتو السوديوم يدوب معاك على طول والازازة ترش لقد اه 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 بيتسخاني كوباية المية بتغليها وبعد ما بتغليها فضيها في علبة ودوبي معاها معلقة صغيرة من بيكاربوناتو السوديوم عشان يدوب اسرع فلما تيجي ترشي اه على الازاز او كده يعني فيبدأ اللي هي البخاخة ترش معاكي ما تبقاش مسدودة اه خدت كده جبت كوباية وخدت شوية كده من الخل لحبا صغيرين وحطيت عليهم معلقة صغيرة من بيكاربوناتو السوديوم وزي ما انتو شايفين التفاعل بتاعه اه خل قوي جدا بصراحة وبالنسبة للاستخداء ما هنستخدم منه حاجات بسيطة خالص سيقعد معايا فترة طويلة شكرا مشاهدة السرع معيكم